أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التحرك الفاعل من القيادة السياسية على المستوى الخارجي يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية وخلال الاجتماع الأسبوعي أبدى رئيس الوزراء تطلعه لأن تحقق قمة أبو ضبي التشاورية الأهداف المنشودة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة ثمن مدبولي أيضا النتائج الإيجابية لاستطابة مصر للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية واستعرض كذلك نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية تحت مضلة المبادرة الرئاسية حية كريمة كما استعرض مدبولي نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيدا بحجم المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة ووجه الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في المحافظة